بسم الله الرحمن الرحيم المالتي ستيج بامب تعتبر احد الامثلة اللي موجودة للبامبس in series ولكن الفرق بين التو بامبس in series والمالتي ستيج بامبس ان في المالتي ستيج بيتم تركيب الامبيلرز على نفس الشافت يعني بيبقوا اخدين نفس السرعة بالزبط وبيبقى الكيسنج اللي موجودة ليهم كيسنج واحدة والفلو بيدخل في الحالة دي بيمر من الامبيلر الاول ثم خروجا ودخولا للامبيلر الثاني وهكذا يبقى ده المالتي ستيج بامبس تعتبر احد امثلة او احد تطبيقات الكنيكشن اوف بامبس in series ننتقل ليه الكنيكشن اوف تو بامبس in parallel وimparallel يعني على التوازي لو وصلناهم بالشكل اللي قدامنا ده ده معناه ان الفلو اللي جاي بيتم توزيعه لجزئين جزء بيمر من البامب الاولى وجزء بيمر من البامب التانية او بمعنى اخر البامب الاولى بتسحب فيلو والبامب التانية بتسحب فيلو ولذلك توصيل التو بامبس in parallel بيساعدني على حصول فلوريت اعلى لكن بالنسبة للهيد دي لو بتعطي هيد عند فلوريت معين فدي بتعطي نفس الهيد لو كان التو بامبس ايدنتيكال يبقى في الحالة دي توصيل التو بامبس in parallel بيساعد في زيادة الفلوريت طيب علشان ننفس ده على الكاركتريستيك كيرف بتاع البامب فاحنا عندنا الكيو ايدش كيرف بيجي لنا السنجل بامبس زي ما اتفقنا بالشكل ده احنا اتفقنا ان التو بامبس in parallel هيضاعف الكيو لنفس الهيد يبقى في الحالة دي هابدأ انقل المسافات من هنا لو نقلنا المسافة دي عند ايدش بصفر اللي هو الماكسيمم في لوريت تدينا نقطة هنا ثم لو نقلنا المسافة دي وهكذا لو نقلنا عدد من النقاط كلما زاد عدد النقاط المنقولة كلما كان الكيرف اضق ولو وصلنا النقط اللي احنا حصلنا عليها هنحصل على كيرف يمثل تو بامبس in parallel طيب في الوبراتينج بوينت في الحالة دي هيبقى وضعها ايه لو فرضنا ان السيستم كيرف بيمر بالشكل ده فيبقى نقطة التقاطع الاولى مع السينجل بامب دي بتعطيني الوبراتينج بوينت الخاصة بالسينجل بامب فقط اما النقطة التقاطع التانية فبتعطيني الوبراتينج بوينت الخاصة بالتو بامبس in parallel طبعا التوصيل اللي قدامنا ده وضح ان في زيادة حصلت في الكيو وفي زيادة ايضا مصاحبة حصلت في الهيد نتيجة التوصيل التو بامبس in parallel ولكن الزيادة في الكيو بتكون كبيرة مقارنة بالزيادة في الهيد وده بيساهم في ان احصل على فلوريت عالي يبقى استخدامي للتو بامبس in parallel يتم في حالة احتياجي لفلوريت اعلى في حالة عدم وجود مشكلة في الهيد اما استخدامي للتو بامبس in series بيتم في حالة احتياجي لهيد اعلى ولكن الفلوريت ما يكونش فيه مشكلة